من الرياض مع الباحث السياسي فايصال مجيدي رئيس مركز إسناد لسيادة القنود مساء الخير أهلا بك معنا بضمن الرسالة التي وجهتها المملكة لمجلس الأمن قالت بأنه الهجمات صواريخ الباليستية الحوثية بـ 25 مارس تزامنت مع زيارة الممثل خاص للأمين العام لليمن غرفث لصنعاء أيضا أتت غادات مع الهجوم البحري الأخير أتت غادات بعد إطلاق تم إطلاقها عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لصنعاء أيضا بـ 19 مارس وكانت قد حذرت المملكة وقالت هذا والدول المعنية أيضا من هذه الزيارات لأن الحوثي يفهمها وكأنها إطفاء للشرعية عليه كيف ستكون ردة فعل الدولية على هذه النقاط تحديدا التي وردت في رسالة المملكة العربية السعودية نعم حيك وحيي المشاهدين الكرام الحقيقة أن المقدمات التي وردت في سؤالك بالفعل تأتي لنتائج حقيقية للأسف الشديد المجتمع الغربي لا ينظر إلى المقدمات التي حصلت قبل حدوث الكارثة وكما قال السفير البريطاني في اليمن بأن الإعلام الغربي دائما مشغول بالجانب الإنساني وهو أمر بالفعل غاية في الفداحة لكنه لا ينظر إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الجانب الإنساني ثم أيضا لا ينظر إلى التحديات التي تلوكها جماعة الحوثي ولا تعبر حقيقة عن اهتمامها حتى بردود الفعل الدولية كما ذكرتم في سؤالكم جراء إطلاق الصواريخ والمبعوث الأممي في صنعاء وكذلك سبقوا زيارة الوفد الأوروبي والأفدح من ذلك أن صالح السماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثي قالوا بعظمة لساني أمام نائب المبعوث الأممي في صنعاء معين شورين بأننا سنستهدف الملاحة الدولية وهو بالفعل ما تكرر باستهدافه أولا لسفينة التجارة الإماراتية ثم بعد ذلك في يناير 2017 استهدف فرقاطة السعودية وهو قبل يومين فقط يستهدف ناقلة نفطة أيضا السعودية نحن أمام حقيقة مجازر لحقيقة الاتفاقية الدولية التي تذبح على يد ميليشيا الحوثي إذا لم يقل التعامل مع هذا الموضوع وهذه النقاط بجدية كبيرة داخل اليمن غربيا نتحدث طبعا التحالف مع الإعادة الشرعية في اليمن واضح جدا كل جهوده ولكن غربيا على الأقل وكمانا في أنظار عديدة وجهود فيما يتعلق بإيران هو داعم الرئيس سيتغير شيء على الأرض من ضمن الرسالة أيضا ورد بأنه لن يتم ردع الحوثيين بأي طريقة من الطرق في الخضوع لأي حوار سياسي طالما لا يوجد أوامر من إيران بالضبط هذا ما يحصل الأشكالية هنا هو في رخاوة حقيقة تعامل الأمم المتحدة ودعيني أقول حتى جزء من المجتمع الدولي يعني السفير الولايات المتحدة قبل يومين فقط ماثيو تولار يؤكد بالفعل أن الإعلام الغربي دائما ما ينقل الصورة العكسية لما يحصل في اليمن والإشكالية التي تحدث والضحايا الذين ربما يسقطون بجانب أخطاء للطيران لكنه لا ينقل الصورة الحقيقية فيما يتعرض له اليمنيون من مجازر وعقاب جماعي واتخاذهم كرهان من قبل ميليشياء الحوثي وانتهاكات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكنه مع ذلك يعود ويقول بأن الحل السياسي هو في إشراك جماعة الحوثي دون أن يتحدث عن تسليم الأسلحة وعن عودة مؤسسات الدولة نحن أمام تناقض حقيقة أيضا لدى المجتمع الدولي الذي ربما يريد أن تبقى هذه الحالة وأن يكون لإيران يد ومخلب في المنطقة ربما تكون هناك تصريحات قوية وربما شديدة لكنه على أرض الواقع يفهمها الحوثي بأنها نوع من التشجيع للإستمرار استمرار ميناء الحديدة في قفضة الحوثي يعني أن الرئاء التي تؤدي إلى استمرار تدفق الأسلحة وإطلاق الصواريخ ستستمر وأيضا استمرار دعم الانقلاب لسنوات قادمة هذا الذي سيحدث من المنصف جدا الإشادة بطلب التحالف العربي وكذلك الحكومة اليمنية بأن يخضع الميناء لحقيقة إشراف دولي إيران لا شك أنها تريد المعادلة الصفرية التي تتم من خلالها خصم نقاط الأمن القومي العربي لصالحها دون أن تخسرها أي شيء في مقابل حقيقة وجود برود غربي في التعامل مع إيران باعتبار هي المحركة الأساسية إيران أن تذهب اليوم خصوصا بأنه في الساحة السياسية مطاربة جدا عقوبة جديدة ضد إيران في الرئيس الأمريكي ترامب المهلة الحددة لتعديل اتفاق نووي بآخر أيار ما يتنتهي وفي أحاديث عديدة اليوم عن الانتفاضة عن أن إيران على أبواب انتفاضة شعبية جديدة بخضام كل هذا إلى متى قادر إيران أن تصاعد؟ لا شك أن حقيقة هناك الكثير من الضغوط على إيران وبالفعل ما ذكرتم عن نية ترامب إلغاء الاتفاق الدولي فيما يتعلق بالذي هو خمسة زائد واحد والاتفاق النووي مع إيران ربما سيكون ورقة ضغط لكن هذا الأمر ربما يؤدي بإيران أيضا إلى أن تقوم بتصعيد في مختلف الجبهات في الجبهة اليمنية والجبهة السورية وإطلاق الصواريخ أيضا ربما رسالة تعبر عن أنها فقط تستقدم هذه الضغوط ربما للتخفيف من أزمتها الداخلية ولمحاولة إرسال رسائل للغرب بأن لديها ضغوط ومخالب أخرى من خلالها تستطيع أن تعبث بالأمن القومي للمنطقة والشرق الأوسط وبالتالي يجب حقيقة إرفاق وفقا لهذا الأمر وفقا لهذه التصريحات بأفعال على الأرض ربما كان القرار البريطاني الأمريكي المزدوج الحاصل في شهر مارس في أول مارس الحالي وكان من خلاله يراد من خلاله إدانة إيران على أفعالها ويطلق هذه الصواريخ كان سيؤتي ثماره لو لا ربما الاعتراض والنقض الروسي نحن أمام بالفعل حالة تحتاج من خلالها الدول الغربية والتعالف العربي التركيز على العدو الأول وهو إيران من خلال الضغط بشكل كامل حتى يقوم بترك يعني الضغط على رأس الأفعال لتترك بقية الأذيال ومن ثم أنا أعتقد أن هزيمة المشروع الإيراني في اليمن سيؤتي ثماره بالفعل وسترنح الجسم المهتري الإيراني بشكل كبير في بقية الأجزاء أنا أشكرك من رياض باحث سياسي فايصان مجيدي رئيس مركز إسناد لسيادة القانون ترجمة نانسي قنقر